من هو الإنسان العربي اليوم؟ ما هي مواصفاته؟ ما هي معتقداته؟ هل نحن نعرف هذا الإنسان حقا؟ هل لديه هوية حقيقية؟ هل هناك اعتراب به من قبل المؤسسات السياسية أو الدولية حتى أو الدينية؟ هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها لكن بشكل مختصر جدا وسأستمده بشكل مبسط من تعليق لأحد واحد من عزل الأصدقاء في القناة فكونوا معي الصديق العزيز الفيومي وهو من مصر من اسمه كتب تعليقا مهمة جدا على حلقة لي نشرتها قبل سنة تقريبا أكثر من سنة بأنوان أننا الشعوب العربية شعوب فاشلة ولا تمتلكوا عقلا سليما أو بالضبط حتى تأكد نحن شعوب فاشلة لا عقلة لها تحت هذا الأنوان نشرت مقطع قصير مدة دقيقة واحدة ذكرت فيه أنه ما هي وظيفة الإنسان العربي المسلم اليوم فلنستمع أول مرة لهذه الدقيقة وبعد ذلك سأقرأ لتعليق الصديق الفيومي والذي صنف فيه الإنسان العربي إلى ثلاثة أصناف وسأكتفي بهذا وأترك لكم حرية التعليق على ما طرحه وأؤجل موضوع من هو الإنسان العربي الآن وهل هناك إنسان عربي لفرصة أخرى لأنه موضوع ضخم جدا ويحتاج إلى كثير من الاستعدادات لأن هذا الحارس لا يتطور لأنه يتطور يتطور حارس لما يشتغل يعني هو هي وظيفتك الإنسان العربي المسلم التوحيدي وظيفتك وحيدة في الحياة أن يشتغل حارس حارس للدين وجندي مجند جاهز للجهات في أي لحظة من أجل هذا الدين وتجد أنه عندما سلعان البعض يشوف أنك تتحاجم الدين رأسا يشتغل جندي إذا كنت تتحاجم الدين أنا أرى هذا لدي بعض كثير من الفيديوهات أنت الدين الصحي يشتغل جندي فبالتالي هذا الدليل على كلامي ولكنه لا يستعمل لكنه لا يستعمل لكنه لا يستعمل المناسبة لا أتكره قضية مهمة أن هذا الحارس حتى لا ترقى قبل ألف سنة تلقاه هو نفسه بعد مئة سنة أو خمسمائة سنة هم تلقاه نفسه الحارس العربي المسلم التوحيدي هو نفسه لن يتغير ولن يتطور بالأكس سيبقى كما هو أشبب ديناصور لا يعرف الموضوع والآن أقرأ التعليق الصديق الفيومي الفيومي يقول تحيات الحارة أستاذ منصور وجزيل الشكر لجهودك العظيمة في أشعال الشموع بدروب العتمة التي انغمرت بها ذواتنا أستاذي الجميل أعتقد أنه يجب تصنيف الإنسان العربي المسلم إلى مايلي أولا الإنسان العربي المسلم العادي وهذا وظيفته كخط أول للدفاع عن هيكل الوهم الإسلامي الذي يتأمل من خلال سلوكه أنه سيكون مسلما صالحا ومقبولا من قبل العرف الاجتماعي وهذا النوع مع كل الاحترام لشخصه يلبس الخوذة الحديدية نصفها متدلي على عيونه فلا ينشط منه سوى حاسة السمع وما يقوله الشيخ أو الإمام الثاني هو الصنف طبعا هذا يذكرني بالحصان الذي توضع على عينيه هذه القطعة من الجلد بحيث أنه يرى أمامه فقط هذا المشهد فهو شيء قريب من هذا النوع والتعليق البسيط أنه عملية تدجين وآداب المسلم وكلمة آداب هي العلاقة بتأديب الخيول أيضا وترويضها وتدجينها النوع الثاني من الإنسان العربي هو الإنسان العربي المسلم من أنصاف المثقفين ويقول الصديق الفيومي وظيفته وهذا هو امتلاك حنجرة وقليل من بعض الآيات والقصص القرآنية وعليها أن يرددها في كل مجلس كالببغاء دون الوصول لمعنى أي كلمة يقولها ويعيد وهو ناكر للمنهج التاريخي في سرده لأي قصة أو فكرة وتتكاثر هذه الشريحة في التجمعات والتي معظمها مسلم ليشكل مع قرانه ظاهرة صوتية طبعا هذه ذكرنا بظاهرة صوتية للقصيمي أيضا النوع الثالث هو الإنسان العربي المسلم وبين قوسهم من حمل الشهادات العلمية هذه الشريحة يمكن أن نطلق عليها اسم مجمع الترقيع والترفيق والتوفيق الإسلامي الأعلى هذا مجمع مؤسسة يعتقد يعني والله فكرة جميلة مجمع الترقيع والتوفيق والتوفيق الإسلامي الأعلى يقول هذه الشريحة يمكن وصفها كالامرأة التي تلبس عبائه وحاسرة رأسها فإذا ما جاء زائر يقرع باب بيتها فأنها تكشف عن مؤخرتها لتغطي رأسها أتمنى أن أكون قد حققت العدلة بوصف هذه الشريحة منهم دمتم بخير أستاذي جميل منصور ناصر فكرة الجزيرة صديقي فيومي طبعا أنا عندي اعتراضات على بعض العبارات لكن هو أسلوبها أنا قلتها بأمانة كما هي وأنا أعتقد هذا يعني قدم تصنيف يعني بغض النظر على المواصفات الداخلية لهذا التصنيف تصنيف مهم أنه هناك ثلاث طبقات من الأناس أو آدم بالتعبير الديني لأنه كلنا أبناء آدم بتعبير الإسلام لا يوجد إنسان الإنسان كان بالتعبير الديني وكان الإنسان ليس في خسر ودائما هو ليس يعني إلي علاقة بالشيطان الإنسان دائما إلي علاقة بالشيطان بالنص القرآني وأيضا النص الديني بشكل عام لأنه هو عبد لشهواته هذا الإنسان فبالتالي يجب أن يصبح من بني آدم الصالحين الطاهرين المسلمين الذين لا يعني يؤدون العمل الصالح والذي هو أداء الفرائض بأحسن وجه أو على أحسن وجه شكرا جزيلا وأتمنى أسمع أراكم في هذا الفيديو القصير مع السلام العفو نسيت أن هناك تعليق آخر على الفيديو هو يقول أن صديق خالد أبلوش أبلوش وظيفته يقول وظيفة الإنسان العربي هي ممارسة المبقات والتشدد في التدين ومحاربة كل من يرفض الانضمام لعالمه الغريب هذا طبعا هي فكرة أنه الدين دائما يبحث عن الناس يحمون عرين الدين وحضيرة الدين وهذه مسألة لها علاقة بالشعوب البداية وشرحتها بأكثر من حلقة سابقا خاصة حلقاتي الخاصة فكرتي بأنه هنا يعني عندي حلقتين خاصة عن تعريف الدين وأيضا عندي حلقة عن خرافة العقل ما يسمى خرافة العقل العربي أنصح بمشاهدتها لأن هذه الحلقات قدمت أفكار كثيرة عن المؤمن الإسلامي طبعا بدون تعرض لأنه بدون تعرض ومس بكرامة الناس ولا مس بالمقدسات كلها نحترمها ونحترم الدين ولا ندعو إلى الخروج على الدين لكن ندعو إلى التفكر في مسألة مسألة الأساسية الخاصة بمجتمعاتنا أتمنى أكون قدمت لكم الصورة يعني ثلاثة أصناف وهي مرشحة للزياد حسب الحاجة وحسب وشاة نظر كل شخص مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر